قبل ما نخش في الحالات عايز ألك تحديدة عن محمد الشناوي بشكل عام يعني قبل ما نخش في حالات محمد شناوي أكيدا عندنا حالات كتير لمحمد شناوي النهاردة بس الانتقاد والهجوم الأخير على محمد الشناوي هجوم منطقي وانطقات طبيعي بما أنه محمد شناوي فعلا كان عنده أخطاء ولا المفروض لما يبقى حارس كبير زي محمد شناوي يخطئ مفروض الناس تستحمله وما يتعملوش معاه وينتقدون ويقولوا أنه عادي بص كابتن كريم أنا شايف أن الانتقاد للشناوي يعني بزيادة قوي 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 هو ما يستهلش كده يعني الشناوي عنده رصيد كبير جدا جدا مع النادي الأهلي صحيح رصيد بطلات مش رصيد مباريات وأداء كويس بس في ماتشات لا بطلات وإحنا قلنا الكلام ده كتير وأقوله تاني وفي ناس كتير جدا تقول لك هو الشناوي ماله هو الشناوي مش مركز ليه هو الشناوي في إيه هو الشناوي تما تيجي هو محمد هاني مش مركز ليه هو عالم علوم مش مركز ليه هو السلاء مش مركز ليه هو ياسر إبراهيم مش مركز ليه هو النادي الأهلي حالته طبيعية حالة النادي الأهلي بقالها فترة طبيعية حتى مش معنى عشان الشناوي ده زي ما نقوله هو طبعا إيه آخر حاجة بيبقى آخر حاجة لا وأنا أقول لك بصراحة وأنا أقول لك بصراحة برضو إن الشناوي الجماهيل مؤتدع عليه في إيه إنه لو الفرقة كلها مش حلوة هو بيبقى كويس بالزبط كده عشان كده إيه يعني قلنا الكلام ده برضو بنقوله تاني الشناوي يعني وصل لمرحلة يعني شناوي كان خلاص الناس فأس برضو كانت الفرقة برضو مش بالشكل ده صح يعني الفرقة برضو ما كانش المستوى بالنسبة لكل اللعيبة إحنا عندنا حالة عامة يا كابتن كريم حالة عامة لكل اللعيبة صحيح ما انتش لقي لعيب يعني النهار مطش الأهلي وزمالك اللي فات طلع للعيب كويس في الحداشر اللعيب كله مش حلو وانت سليمان لما نزل الشوت تاني كله مش حلو كله مش حلو صح بيما فيهم الفراوي ده بنص الملعب حتى التلاتة الناس بتخطي الظهر صح فإن في النهاية النتائج كمان مش مساعدة يعني ممكن الشناوي بعنده خطأ الخطأ ده لو الفرقة كسبة المباراة الخطأ ده بيدارة صح خطأ ده مبينش قوي زي الحاكم زي الحاكم يعني ممكن يبقى عندليك ضرب الجزاء لو انتك سبت ما حدش بيحس ما حدش بيحس بالضبط بيرافو عليك إنما الخطأ مباراة مثلا الزمالك الشناوي في مباراة الزمالك بشال يجي انفراضين تلاتة صح مؤكدين بيما فيهم حتى جون التاني اللي داخل في الشناوي الشناوي شال انفراض مية في المية وبعدين راحت ياسر إبراهيم اتأخر فيها لحد ما خدها عارف محمد عواد أنا فاكر اللقطة دي محمد عواد في مباراة غزة المحلة عمل مباراة كبيرة وعظيمة وشال كورة الخطيرة لك وتلعف واحدة وتلعف واحدة غلط زي بتاع الشناوي كده بالضبط بس ما جاتش جون ما جاتش جون لو الزمالك كان خسر ما كانش حد بقى شله كل الكور هو ده اللي أنا أصدق إن في النهاية الشناوي طبعا احنا بيقول إن الحالة عامة اللي عادت النادي الأهلي النتائج كمان ما فيه تعادل أو فيه خسارة صح فدي كمان بتحمل الشناوي أكتر زي إذا ما حررتك قلت كده إن الشناوي الجمهور مش يعني دايما الجمهور الأهلي بيبقى ممكن يبقى يجي عليه ضرب جزائي صدار الشناوي يجي عليه انفراض صح فيصنع الفرق دايما في مرشات كتير جدا بوبطولات كتير جدا صح لأنا اللي عايز أقوله للجمهور يعني الشناوي عنده رصيد كبير جدا مع جمهور النادي الأهلي ومع النادي الأهلي فالرصيد ده يسمح له يعني ما بقول شناوي أوحش أو الشناوي طبعا بس في النهاية يعني برضو أنا ما ينفعش أنا هاجم الشناوي الهجوم الشارس في رأي يقولك إن محمد الشناوي محتاج يقعد شوية تمام رأي ده ولا يعني يعني يقعد عشان الضغط يترفع من عليه هو مش عشان هو أنا سمعت ناس كتير ولك يعني ياخد راحة عشر طيام ويرجع تاني ويعني بص هو في النهاية في قال يعني لو حضرتك فاكر سنة قبل اللي فاتت ليفربول أليسون طول السنة كان عامل موسم وحش وحش جدا 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 ما بيعودش صح لإنه هو في النهاية هو ده الحرس الأساسي بتاع ليفربول وهيرجع صح ورجع السنة اللي فاتت وعمل موسم رائع عظيم السنة اللي فاتت توصلت مع محمد الشناوي ها بكلمه بكلمه طبعا شكل ودي يعني بكلمه تقريبا ممكن كل يوم ممكن ممكن مكلمه مراتين في اليوم بذات الفترة اللي إحنا بتدعمه بقى طبعا بقوله إيه طبعا بقوله شناوي هترجع هو الولد يعني شخصية قوية يعني شناوي شخصية قوية جدا وانا دائم بقوله شناوي هي فترة الفترة دي انت عملت حلو كتير قوي وعملت أداء ممتاز في سنين كتير مع الناد الأهل من 2017 تقريبا خمس ست سنين صح فالفترة دي صعبة بس هي محتاجة الشخصية قوية بتاعتك انت عظيم فما تقلقش الفترة دي هترجع و هتخلص بالنسبة لك انت بس بالنسبة للفرقة كلها هو متفاهم ده ولا مداء من الضغط لا هو شوية هو شوية برضو إيه يعني تعرف إيه ما تبقى انت مش متوقع مثلا الهجوم من أقرب الناس يعني من يعني ناس كثير جدا جدا يعني هو برضو كمان جمهور بالنسبة له بيحب جمهور ناد الأهل جدا طبعا وجمهور ناد الأهل بيدعبه دايما ودايما يعني 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 جمهور اللي دايما دايما في ظهر اللعيبة هو زاعل لما حسن زاعلان شوية طبعا أكيد إنما في النهاية زي ما بقيت لك مطش اللي فات مطش الجونة يعني من بداية المباراة كان فيه جمهور برضو وكان زامع اللعيبة كتير جدا ومنهم الشناوي وكم المباراة وأنا شاف المباراة اللي فات ترغب من الحاجات اللي جات له حاليك خفيفة قوي ولكن تعال معها بشكل كويس عظيم يعني في واحدة في لقطة هنجيبها دلوقتي أنا جيبها لقطة سهلة قوي قوي بسيطة بس هتبقى لك قد هتبقى لك قريبة جدا من الجونة اللي داخل في مرات الزمال عظيم الجونة الأولاني بالزان عظيم